الخبر الأول الذي عدنا عن فضيحة الذي هزلت السوشيال ميديا عن أسو أخذها مريم فتشل على السوشيال ميديا يا حبايب الوحدة من البنية نزلت على حسب مابل الإنستجرام هذا البوست الذي كان بهذه الصورة وهذه الصورة كانت بها أسو وختم مثل ما رأيته يا حبايب بهذه الأسهم وركزونا على أسوارة أسو طبعا هم كانوا عن ما بحفلة لهذه البنية كانت أسوي حفلة على مدى منها الذي سينولد قريبا فبصورة اللي بعدها يشربوا هذه الصورة كانت يشربون بها خمر أو شي كان بها أسو وأخذها والمتابعين صاروا تهجموا على أسو وأخذها ويتهموا منه ما قاعد يشربون خمر ومدري شنو ولكن يا حبايب انا اتحردوا بهذا الموضوع وتقيت من الموضوع أنه هذي اللي كانت يشربوه هو عبارة عن مو خمر فهو متشاكت بي على البوست ولكن بالإنجليزي أنه الحفلة كلها كانت عبارة بدون خمر طبعا تترجبوا هذا الكلم بالجوجل اللي يا حباب راح تعرفونه قالت أنه ما كان بكحول ولو فعلا أسوية طلبت معادها تكتبها ذكرها مشامل أساسا أساسا طلبت معاد أنه ما تنزل الصورة على مد ما يشوك أساسا بالخصة كلها فتمنت تتكدون شي يا حبايب قبل ما تتهجمون بس طرح حبايب كتبونا بالكومنتات هل تشتارفهم بعض الخبر أو لا ننتظر حاليا لمتابعين يارا مارو تهجمهم على أحمد وسالي وبعد من نزول شي تستوريات شندي يستهزوهم بها بيارو وصفهم بخياره وشندي يستهزوهم بمتابعيها ووصفهم بالكلاب فآخر مقطع اللي نزوله أحمد وسالي يتعرض للكومنتات كله وصالوا يتهجموا عليهم من جمهور يارا مارو وتعلاقات بالإنجليزي فلتم لحباب للكومنتات هل يستحقون هذا التهجم الذي يتعرضون له أو لا ننتقل حاليا لأسامة ماروة فضيحة الأنس ماروة فبعما كان نسوي تحدي أنه إذا وصلت صورة الأخيرة بالإنستجرام الميت ألف تعليق هو راح ينزل فضيحة الأنس ماروة فوصلت الحاليا لميت ألف تعليق ونزل هذا الفيديو الأنس ماروة كان من داخل المستشفى وما أخذ أبرامان مخدر فكان عنما ما دعرفي حتي وموضوع كل شي يضحك طيب هذا الشيء قديم هو يا حبايب فحاليا الأنس الحمد لله بخير راتكم اللي تشوفوها أنت مروحة أعنقى قللت 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 قللات قلل قللات هيا يا باب واحد ما هو الوجه اوي ايه لزيلشغل ضونضو وفا حاولي حارم ليش شغل صالتي باب لها الوجه عوجي واجفيه متلق او والله هي ضيط شو الساعة ما في ساعة اوه ياو ننتقل حاليا لايات واخر عودتها اليوتيوب فنزلت شويت ستوريات شند التاليم ما خلال إنه راح ترجع لليوتيوب ونسب السبب في القطح فوجده سوية عملية مثل ما تعرفون بالنظروب for who played her unos مبروكوا وحيتوني وحيتوني留言 حسا تصلي إنتي في أفضل السنة د leve up nothing on Instagram أو YouTube فض אנeti complain كان عندي عملية س Stay On فبسببتي العملية تعبت و أذكر من الأشياء ثانية فيعنا تعبت جامد لكن الحمد لله أنا الآن أحسن ومتحمسة أن أنزل لكم الفيديوهات الجديدة على اليوتيوب والإنستغرام وشكراً لكل الناس اللي ساعدوا عشان اغتمدارين بيوتيوب تزدلها شوية تصويريات شاندتقول بيها واخر الصباح الخير بعد ثلاث ثيام مرض وبعد نزيش تصويريات شاندتقول بيها أنو صارها ثلاث يام قاعدها بالبيت شانشك أنو بيها كورونا وياك الحمد لله طالما بيها أي شيء والمسالمة يا رب إن شاء الله ما بيها إشي مجرجاً بيها قريب يعني قوي رح تكم للسورية تشوفوها معكن نارين المنكوشة طبعاً المرض كان دابحني الحمد لله ما طلع كورونا سو كان معي قريب كتير قوي وصلي نايمة أتوقع شي 18 ساعة 19 ساعة سوال أسحيت من النوم طاط أفطر حتى حاول رجع طاقتي رجع لكم صور لكم فيديو إذا صورتوا عبكير في حتي ما نجله اليوم بس ما لاحظت حينزل بكرة أكيد وكمان كنت عمل عبارة شي بسي يا رب فا و بس بدي أقول باتمنع لكم يوم حلو إن شاء الله يراب بتم بصطو بيوم كون و يبعد عن كون كل الشر وكل المرض وكل الحرام على بعض ومانا بس بحبكين باي وبصلاح هوا بنهاو صلات المقطع التمنع أجابكم وكنستون تجرون هذا المقطع الأكاد و بس جاناكوا في هذه المقاطع تمنع لكم القصص ومع السلامة